نرى كيف يفعل هذه الصورة التي اسمتها في البلوك webdesignerdepot.com تشارجها على حساب Dimensions في الموتوصفح فالتجربة التي سنفعلها سنفعل من 200 إلى 1900 سنأتي هنا في العرض و سنفعل 200 نعطيها البرج في عرض الثاني في العرض 300 Futured Figma 300 سنفعل العرض بشوية بشوية و سنرى ماذا سيضع و سنكبر سنكبر و أطمع تكمله كيف يدليفرية للموتوصفح يعني عندما وصلت إلى 355 أعطيها 768 الموتصفح هو الذي أضعه يعني سأعطي مجموعات المجموعة لللموتوصفح للموتوصفح و من بعد يدليفرية للموتوصفح على حساب الويد و حساب الموتوصفح و أعطيها الموتصفح و سنجرب العرض بشوية بشوية يعني أعطيها 1024 فش وصلت أنا 528 إذا أجدت و أعود جريت سأعطيها 1530 و من بعد أعطني 1680 و سأعطيها مجموعات الموتوصفح و سأعطيها الأعلى سأعطيها 1900 سنجد هنا و سأعطيها سأعطيها 1680 إذا أعطيها 2.5 سأعطيها سأعطيها في 1680 لأنني أعطيها 3.5 سأعطيها 1900 أعطيها 1680 أعود التجربة بالدربة من 200 سأعطيها أفرشي العباج ونرى قاعدة الإيماج التي ستعطيني أولا ثانية ثالثة والرابعة التي هي أكبرهم في استراتيجية هذه الموقع بالنسبة للإيماج التي هي Responsive يدعون لكل إيماج عندها خمسة من Responsive Image Breakpoints يعني كل واحدة عندها خمسة من Breakpoints وهما 300 760 1020 1530 1684 بيكسل هذه 1684 هي أعلى Breakpoints وهذه 300 هي أصغرهم لذلك 300 بيكسل هي المين و 1684 بيكسل هي الماكس نرى الآن المين Breakpoints والماكس Breakpoints بالنسبة لهذا الموقع وهو CareerFoundry.com الإيماج التي سنرى حال من Breakpoints التي ستدعون لها هي هذه Remote User Interview نرى تجربة التي سنقوم سنذهب إلى الميتين سنعرف إلى براج وهنا بعد سننجر لكي نكبر العرض وأننا كنت نكبر في العرض وهو يقوم بإمكانها وهنا لديه المجال جديد لهذا المجال هنا لديه المجال 788 1020 وهذه في الف وميتين. بشرف كيف اشعر في الف وميتين. سنقلق عليها. ومن بعد سيعطينا القياس دياله اللي هو الف وميتين في ستمية. اوك الف وميتين في العرض. ستمية في الطول. هذي اللي عندي هنا في الاخر من ديبليكي. قريبا هذي ريموت يوزر انتفيو مع او درجة ديال المرات. لك اتعني بان عندي ربعة ديال بريك بوينتز بالنسبة لها دليماتز. اللي هما تلتمية سبعمية وثمية وثمين وثمين الف وميتين. المنموم هي تلتمية بيكسل. والماكتموم هي الف وميتين بيكسل.